القاهرة تسعى إلى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية وإذابة الخلافات المستعصية بينها مبحثات مطولة ترعاها العاصمة المصرية لممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين بالإضافة إلى البعثة الأممية اجتماعات تهدف للوصول إلى حلول جادرية للخلافات العالقة بين الفرقاء الليبيين والاستقرار على رؤية المشتركة رؤية تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية التي تمثل أساسا قانونيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا القاعدة الدستورية التي هي أساس الخلاف الممتد بين مجلس النواب من جهة ومجلس الدولة من الجهة الأخرى الأمر الذي عرقل إجراء الانتخابات في البلاد وبدد خارطة الطريق التي كان مقررا لها أن تنضي وفق مواعيد محددة استيفاني ويليامز بصفتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي شاركت في الاجتماعات على رأس وفد أممي ويليامز أكدت ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية من أجل إجراء الانتخابات على أساسها وأشارت إلى أن اجتماعات القاهرة فرصة ذهبية يجب اقتناصها من قبل أعضاء مجلسي النواب والدولة ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات التي طرعها مصر إلى العشرين من شهر أبريل الجاري وعلى المشاركين بحسب ويليامز الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية قبل حلول اليوم الأخير من الاجتماعات وتعول الأطراف الإقريمية وفي مقدمتها القاهرة على حدث تفاهمات بين الفرقاء الليبيين من أجل حلحلة الجمود الذي تشهده العملية السياسية في ليبيا جمود عززه الصراع الدائر بشأن أحقية من يجلس على رأس طاولة الحكومة بين فتح بشاغة وعبد الحميد اللي تبيبة الأمر الذي هدد وفق مراقبين بعودة شبح الميليشيات إلى المشهد الليبي في خضم تصاعد أجواء التوتر والقلق موسيقى